تعالوا الارقام بما انها جاهزت وهنكمل كلامنا واحنا بنستعرض ارقام التراجي دي ارقام التراجي بس في النسخة الحالية من دوري ابطال افريقيا تفضل سيد التراجي لقى بعشر مباريات في النسخة دي فاز في ست مباريات ونسبة فوز محترمة جدا تعادل ثلاث مباريات وهزيمة واحدة اكيد طبعا سجل عشر اهداف واستقبل ثلاث اهداف فقط اهداف من داخل المنطقة سبع اهداف وهدف وحيد من بره المنطقة الهدفين التانيين هدف انجول وهدف من ضربة جزاء من الارقام المهمة عن التراجي فكرة الاستحواز انه متوسط استحوازه 51% 51% بتعكسلك انه اللي احنا قلنا ده انه هو فريق متوازن عارف امتى يقرر يستحوز وامتى يقرر يسيب الكورة وده اخطر فريق ممكن تواجهه او اخطر شكل ممكن تواجهه في مبارانة هائية او قبل نهائي النموذج ده قريب من ايه استاذ احمد شوية قريب من ريال مدريد لما قرر قدام السيتي يسيب الكورة 120 دقيقة ولما قرر قدام بايرن يحطه في منطقته ويدغطه ويهاجم عليه يعني لما هقرر يهاجم عند القدرة انه هاجم لما قرر يدافع عند القدرة انه ادافع انا عايز ارجع الاحصائية الاخيرة دي مرة تانية لو سمحتم لانه اكتر اكتر حاجة بتمثل خطورة في اداء الترجي يمكن تعودنا دايما فكرة شمال افريقيا عموما الكورات الثبت ودي واحدة من المحاول اللي بيعتمدوا عليها لكن نسخة الترجي دي كمان متميزة في حاجتين مهمين جدا وكان وكانت مؤثرة في مشوارهم في دوري الابطال او نجحهم على وصول المورا النهائية نمرى واحد التحولات بيجيد المرتدات بشكل غير طبيعي نمرى اتنين التزديد من الخارج عندهم لعيبة بتسدد من خارج المنطقة بتماس بالدقة والقوة وبالتالي ده نجح او سعيدهم على ان هم ينجحوا في ان هم يتخطوا فرقة كبيرة جدا في مشوارهم في البطولة صحيح او فريق مميز في 10 تصويبات في 10 او 6 من 10 اتكلم تقريبا 11 تصويبة متوسط التزديدات في كل مباراة ده عدد مش قليل عدد كبير جدا ومتوسط الفرص المهندرة فرصة واحدة او واحد فاصل اتنين معناه ان هو فعالية يعني فعاليته عالية جدا جدا واهداره قليل لانه عنده جودة في التلت الاخير من الملعب سلاسي في التلت الاخير سلاسي جاد جدا المهيم البرازيلي رودريجو هو اشبه شوية بستايل وليد ازارو يعني طوله برجة الواسع وقدره على الفوز بالالتحامات والثنائيات عنده ينساس وبين غشة جنين جناحين عندهم ميزة مهمة جدا انهم قادرين يختارقوا ويبقوا موجودين في العمق وقريبين من منطقة المنافس وبالتالي انا بشوف مهمة علي معلول بالتحديد في تحديد رقابة وتوقيد دخول ساس ان اللعب ده دايما بيجمعوا لعب في ناحية الشمال وساس يقدر يدخل ياخد في المساحة وراء رودريجو اللي انا شبهته بأظهره ليه لانه طول الوقت بيحاول ياخد المدافعين وينزل تحت رودريجو دراس الحرب اه اه البرازيلي بيحاول يفرغ المساحة في المنطقة اللي ساس دايما بيختارق ويدخل المنطقة من خلالها فبالتالي التغطية العكسية لعلي معلول مهمة قوي يبقى يقز دوال الوقت مهمة قوي للاتنين بين الدفاع في الاهلي ما يسرحوش مع رودريجو يعني ما يستعدوش في ان هو يخلق المساحة وراءهم ودايما يبقى فيه حد بيعمل كفرينج وراء تاني يعني لو حد قابل ونزل يبقى فيه حد بيعمل كفرينج ما نخلقش المساحة في المنطقة دي عشان كده يا سيد احمد هو بعدد قليل من المهاجمين بيقدر يصنع الفرصة يعني هو بالثلاسي ده بس بيكمل معهم غيلان شعلاني او اللعب اخر بتلاقيه قادر يصنع فرصة قدام كسافة عدرية ليك وقادر يسجل من عند فرص قليل طيب وفي نفس الوقت برضو احنا متكلم على قدرات التراجي الهجومية خلينا نقول انه عنده صلابة دفاعية احنا متكلم على فريق استقبل في البطولة 3 اهداف طلع بتسعة كلينشيت في بطولة دوري الابطال واحد من نجومهم امان الله مميش طبعا حارس المرمى الشاب 20 سنة تقريبا واحد من نجوم التراجي في النسخة دي من دوري الابطال شوف التراجي جيد جدا في الحالة الدفاعية وعنده صلابة وحالة تنظيم كواسة جدا في حالة التكتل لما بيتكتل يعني مثلا قدام سانداونز لما قرر يتكتل ولا لاعب من الفريق خارج منظومة الضغط يعني كل اللاعبين تحت الكرة فتقول كل اللاعبين تحت الكرة فرص حصولك على مساحة بيبقى الموضوع قليل اوي فبالتالي هنا بتتولت قدرته على انه يكون دفاع قوي طيب هل ده هيحصل في المبارات الزهاب مش هيحصل في المبارات الزهاب على الاقل لو التراجي مش مسجل يعني طول ما التراجي مش مسجل مش هيلعب بالاسلوب ده مش هيبقى متكتل كده فبالتالي الصلابة الضفعية اللي احنا متعودين عليها ميجال كاردوزو بيفكر فمطش الزهاب ازاي بشكل متوازن يعني انا عارف المتوازن بسهو الهدف اللي عايز يوصله بسهو الهدف اللي عايز يوصله هو بالتأكيد يعلم لقاء القاهرة صعب جد مبارات عودة نهائي اهلي على ملعبه وسط جمهوره لا قصة غير فبالتالي هو فرصه كلها او رهانه كله هيرميه في التسعين ديال اولى بتاعتراض تتوقع يفكر في الجيم ازاي اتوقع النغة بيفكر ان انا عايز اخرج من هنا باي مكسب وماكنش محتاج لمكسب او للتسجيل قدام الاهلي وراهن على ان الاهل اللي هو اللي هندفع في القاهرة ممكن ان التعزل بنسباله صفر صفر يبقى مكسب مش مكسب قوي مش مكسب قوي ان انت لو جيت القاهرة والاهل يحتاج اي فوز فالموضوع اللي يبقى صعب عليك جدا هو انت لازم تخرج مأمن نفسك باي مكسب يعني انا اعتقد هو داخل هو لازم يكون داخل في تصوره ان انا جايب افضلية في القاهرة حتى لو افضلية يلجأ لده يلجأ لده ما هو كسب سانداونز في توني يلجأ لنفس السيناريو اللي لعب به سانداونز وفريق سانداونز فريق مرهق هجومية لان الاهلي مش سانداونز والاهلي مش هيندفع زي سانداونز والاهلي لو انت تبطقت وهديت الرتمي يقول لك بطق برحتك وهدي برحتك وانا عارف اسرقك واختفك ازاي لان كولر برضو مش محتاج يصنع عشرين فرصة عشان نسجل جون يعني انت تكتل وتباطق وانا عارف ان انا في لحظة من اللحظات هعمل كرة عرضية لمحمد عبدالمنعم بشكل معين وهغطف هغير عبدالمنعم المرة دي فهلعبها على القايم التاني لان انا عندي وسام أبو علي وعندي ياسر إبراهيم ممكن ياسر إبراهيم ما شركش اكيد لكن عندي اطوال تانية ولعبين تانية ربيع بيجيد متولي بيجيد صحيح قادر قادر تخد بالك بقى الاسنين البين دفاع البين دفاع نادي الترجي مطوقة جدا جدا وبالتالي مع سرعات وسام أبو علي انت هنا من غير ما تصنع عدد فرص كبير او تهاجن بعدد كبير قادر تعمل كرة طورية وبالمناسبة كدر بيعملها كهاز جدا وبيزيدوا قوة في التوقيت ده امتلاكوا الامام معشوري يعني عايز اقولك ان امام في لحظة واحدة نادي الأهلي عدد كبير تحت بيعمل حالة دوران أو بيخرج بالكرة بعدين يعمل لك واحدة طولية في المساحة الفاضية فرصة هدف مؤكد فبالتالي مع تباطئ قلبيل الدفاع في نادي التراجي وسرعاته السلام أبو علي أنا براهن على أننا قدري أن نخطف واحدة هناك من خلال سرعاته السلام أبو علي وقدرتنا على التحول فبالتالي أنا بشوف هنا أن التراجي إذا سعى أو لجأ إلى أسلوب أسلوبه أمام سانداونز مش هيلاقي فريق مندفع مش هيلاقي فريق يأكل بالبلد كده يأكل الطعام منك إنت هتبقى هادي أنا هبقى أهدى منك وكلر عظيم ومتمرس وطبق دي قدام تراجي إحنا إذا كسبنا الرجاء البيضاء المغربين في قبل نهاية الموسم الماضي محمد عبد المنعم تقدم المدافع وتعملت لكرة عرضية من علم معلول وما عندناش ولا لعب في المنطقة غير محمد عبد المنعم في اللحظة دي كان محمد عبد المنعم قرر ما يرجعش ولابت لعبت كتير لعب الوسط اتعملت لكرة وراء المدافعين خلص ما كانش فيه فرص كتير ما كانش فيه الخطورة اللي انت متصورها فكلر رجل زاكي جدا وبارق في القدرة على ان هو يختفق ويسرقك فلو انت قررت تلعبه بسلو سمدونس وديم كبير بين كولر وكردوس هو الاتنين شاوها بعض يعني خبرات كولر في أفريقيا النهاردة اللحقيه اللقب في النسخة الأخيرة وصوله للنهاء التاني على التوالي بالنسبة لكولر كام من الخبرات المتراكمة قابل تقريبا كل الكبار القارة قدر يكسب فرق كبيرة جدا برا وجوه ويقدم عروض الحقيقة صحيح ما افتقدانها مع الاهلي من زمان لكن ميجيل كاردوسو الحقيقة مدرب برضو لا يستهان بي فالجيم اللي برا الخطوط اعتقد هيبقى جيم كبير جدا شوف كابتن في النقطة دي بالتحديد بالنسبة لي انا كمتابع بشكل تفصيلي لولا ان العيبة الاهلي اللي رجع من اصابة مش في افضل حالة ممكنة مش عايز اقول انهم مش جاهزين لا هم جاهزين لكن مش في اعلى حالة فنية ممكنة كنت اقول لك الاهلي هروح يكسب في تونس ويرجع اكسب في مصر زهاد اياد مرتاح جدا بكل السقم